تتصاعد إذن الحرب الكلامية بين الرئيسين الأمريكي والروسي بسبب التطورات والتوترات الأخيرة في أوكرانيا توتر رفع من صوبة حشد روسيا لقواتها عند الحدود مع أوكرانيا ويرجح عددها بنحو 90 ألفاً رغم نفيها مراراً وتكراراً نيتها غزو هذا البلد يقول المتحدث باسم الكريملين إن ما من سبب يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعيداً بعد حديثه الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ويصف الوضع بالخطير للغاية مجدداً يؤكد الكريملين أن القوات الروسية موجودة على الأراضي الروسية ولا تهدد أحداً هذه التصريحات جاءت بعد اتصال مرئي جمع الرئيسين الأمريكي والروسي لنحو ساعتين أوضح فيه بايدن لنظيره أن بلاده ستدفع ثمناً باهظاً وستواجه عواقب اقتصادية مدمرة إذا ما غزت أوكرانيا بايدن استبعد احتمال إرسال قوات برية أمريكية إلى أوكرانيا في حالة الغزو الروسي لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيكون لازماً على بلاده وحلف شمال الأطلسي إرسال المزيد من القوات إلى دول الجناح الشرقي في الحلف لتعزيز دفاعاتها مجموعة الدول السبع بعثت برسالة مماثلة إلى موسكو بعد اجتماع لوزراء خارجية المجموعة حذروا فيها من عواقب وخيمة لأي توغل روسي في الأراضي الأوكرانية كما حثوا موسكو على العودة إلى طويلة المفاوضات لكن موسكو تتهم كييف باستفزازها وتطالب بضمانات بشأن عدم توسع حلف شمال الأطلسي على الحدود الشرقية وكذلك عدم نشر أسلحة بالقرب من روسيا